ايها المواطنون ايتها المواطنات صاحب الجلالة يخاطبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله واسبه شعبي العزيز ان التغليد ذكرى ثورة الملك والشعب هي خير مناسبة لاستحضار قيم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله وهي ليست فقط حدثا تاريخي وانما ثورة مستمرة تلهم الاجيال المتعاقبة بنفس روح الوطنية الحقة للدفاع عن وطن ومؤسساته ومقدساته كما تأتي قبل ايام من الانتخابات المقبلة تتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والاصلاحات في اطار تنزيل النموذج التنموي وتفعيل التنمي الثاق الوطني من اجل التنمية وتتميز هذه الاستحقاقات باجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس الوقت في نفس اليوم وهو ما يؤكد امقا ممارسة ديمقراطية ونجع البناء السياسي المغربي شابي العزيز ان الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وانما هي وسيلة الاقابة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن لاننا نؤمن بان الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مقوناتها الوطنية وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والعزمات والتهديدات وهو ما تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها لبلادنا فالمغرب مستهدف لانه دولة عريقة تمتد لاغثر من اثنى عشر قرنا فضلا عن تاريخها الامازيغ الطويل وتتولى امورها ملكية ومواطنة منذ ازيد من اربعة قرون في ارتباط قوي بين العرش والشاب والمغرب مستهدف ايضا لما يتمتأ به من نعمة الامن والاستقرار التي لا تقدر بثمن وخاصة في ذل التقلبات التي يعرفها العالم ورغم ذلك فالمغرب الحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها وبشبقة علاقات واسعة وقوية ويحظى بثقة والمصداقية على الصعيد الجهوي والدولي شعب العزيز يتعرض المغرب على غرار بعض الدول الاتحاد المغرب العربي لاملية عدوانية مقصودة فاداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون ان يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا وقليل من الدول خاصة اوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليدين تخاف على مصالحها لاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية كما ان بعد قيادتها لم تستوعب كما ان بعد قيادتها لم يستوعب بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب العربي وإنما في أنظمتهم التي تعيش على الماضي ولا يستطيع ان تسايلت التطورات وقد أبانت الشهور الأخيرة أن هذه الدول تعرف ضعفاً كبيراً في احترام مؤسسات الدولة ومهمها التقليدية الأساسية لذلك يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة واتهام مؤسساتنا الوطنية بآدم احترام الحقوق والحريات لتشويش سمعتها ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار إنهم لا يريدوا أن يفهموا بأن قواعد التعامل تضيرت وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا لذا تم تجنيد كل وسائل الممكنة الشرعية وغير الشرعية وتوزيع الأدوار واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول بل هناك تقارير تجوزت كل الحدود فبذل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة قدما تصويرات بعرقلة مسيرته التنموية بدأوى أنها تقلق اختلالا بين البلدان المغاربية كما ضبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية ومحاولة تأثير عن قواتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب إضافة إلى الدعم والتنصيق الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي بأتراف عدد من الدول نفسها ورب ورب دارة النافعة فأم أمرات أداء وحدثنا الترابية لا تزيد المغرب إلا إيماناً وإصراراً على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحهم العليا وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وكره من كره رغم إنزاء رغم انزعاج الأداء وحز الأحاقدين شابي العزيز هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات بثابة غير توجه السياسي والاستراتيجي وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية في نفس الوقت هذا غير صحيح المغرب تغير فعلاً ولكن ليس كما يريدون لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار وهو نفس وهو نفس المنطق الذي يحكم توجهنا اليوم في علاقاتنا مع جاراتنا إسبانيا صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة حوال مصارها غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني بكامل هدوء والوضوح والمسؤولية فإضافة إلى الثوابث التقليدية التي ترتكز عليها نحرص اليوم على تأزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين شارعين وقد تابعت شخصيا وبشكل مباشر سير الحوار وتطور عن مفاوضات ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات وإننا نصدى بكل صدق وتفاؤل لمواصلة الأمل مع الشركاء مع الحكومة إسبانيا ومع رئيسها مع آل السيد بيدرو سانشيث من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس الثقة والشفافية والاحترام متبادل والوفاء بالالتزامات وهو نفس الالتزام الذي تقوم عليه علاقات الشراقة والتضامن بين المغرب وفرنسا التي تجمعني برئيسها فقامت السيد إيمانيوال مكو روابط متينة متينة من الصداقة والتقدير المتبادل شابية العزيز إذا كانت ثورة الملك والشاب قد شكلت منعطفا تاريخه في طريق حرية المغرب واستقلاله فإننا اليوم أمام مرحلتنا الجديدة تتطلب الالتزام بروح الوطنية الحقة لرفع التحديات الظاقية والخارجية ونغسلم هذه المناسبة لنترحم على أرواح على أرواح شهداء الوطن الأبرار وفي مقدمتهم بطل التحديق جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جد الملك الحسن الثاني طيب الله تراهما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة